مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس تاج متابعون وينما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريقنس متاعنا سيروس 106.9 وتابعونا ايضا في اللايف سخيمينج تلقاوها بداية وتسويت على قناتنا في يوتوب سان جران تشاهدونا بالصوت والصورة بورشة مواضية في الحصر متاعنا اليوم تيلة ساعة ونص بش نحكيو فيها من تاوة حتى لنصف ونصف مع ضيوفنا اليوم كاميل بن خليل مرحبا كاميل اهلا وسهلا مرحبا اسلام مرحبا بالسادة المشاهدين وخاصة بالضيوف اللي معاك نخليك انتي تقدمه مروا انتاج مرحبا مرحبا بيك اسلام مرحبا بالمستمعين ومرحبا بالذيوف شين الموت والله حمدول الله ايضا يحظى معنا اليوم من اللي ذارة وطنية صديقنا رفقي بستة مرحبا رفقي مرحبا اسلام مرحبا بكل الحضور وتحيل كل المشاهدين والمستمعين ترق الزيادة اهلا وسهلا أهلا السلام مرحبا بك وإسلام مرحبا بالوخيين وإن شاء الله حسنا ممتع حين أمور الحمد للبس الحمد لله باي بش نبدأ بحديثنا بالآخر تطورات المدرب الجديد لتراجر ياري تونسي تقريبا موضوع الساعة في الفترة الأخيرة هوية المدرب جديد أعطيكم بعض التفاصيل خرج اسم السويسري لوسيان فافر في وسط الأسبوع تقريبا لكن بين البرح واليوم حاصل مصادرنا من تراجر ياري تونسي ما تمتش حتى اتصالات بين المدرب لهذا اللي سبق أنه درب بروسيا دورتموند لألماني كيف كيف فريق نيس الفرنسي حتى التوى ما فمش اتصالات بين المدربين خالي أخوانيك رفقي لوسيان فافر ذهلي اسم كبير ذهلي في عالم التدريب هو الى حد الآن فمش اتصالات لكن انه اسمه يكون ما تروح في التراجر التونسي كيف تشوفها الحجير والحقيقة اسلام اكيد دم التراجر يلوج على مدرب وبادير الكردوزو عادي بش يتم طرح بعض الاسماء ولكن يبدو انه فما تاكدتهم كبير من ادارة التراجر على اسم المدرب هو المؤكد وانه يبدو انه ادارة التراجر حسمت امر المدرب الجديد ولكن ديما في مثل المناسبات هذي باش هي تترح اسماء كبيرة منها لوسيان فافر اللي الرقم منطقيا الحقيقة حتى على مستوى الامور المادية لوسيان فافر من اسم كبير في عالم التدريب بروسي دورتموند نيس كفاءة كبيرة خبرة كبيرة حتى في العمر تجربة كبيرة برشا ولكن السؤال ما تروح على انه ادارة التراجر قادرة تلبي مطالب مادية في صورة ما انها تتصلب المدرب هذي ام لا اذا كان باش تدخل في مفاوضات معاملية باش تتصير تضحيات مالية كبيرة ولكن منطقيين رأونوا سعي برشا الحقيقة سحيح منكم فامة نقطة مسئلة التأهل كاس العالمي الاندية ربما تغري تغري بعض الاسماء بعض المدربين حتى المدربين المعروفين يقولك عليش ليه نعمل التجربة هذي يبقى استحقاق عالمي كبير وتراجي اسم كبير في القارة الافريقية ارقاب كبيرة ماهوش اي فريق في القارة الافريقية ولكن منطقيين رأونوا سعي برشا الحقيقة رأون لوسيان فافر في البطولة التونسية للامانة نظرا المطالب المادية الكبيرة الحقيقة ونظرا لانو من بروس دورتمون باش تمشي البطولة التونسية سعي برشا نحكي منطقيين اما ممكن ثم نقدم عينة ممكن التراجي يقولك جاء الوقت الان باش ننجيب مدرب يذيف للتراجي مش التراجي يذيف للمدرب مثلا ميغيل كاردوز وكي جاء للتراجي هو استفاد اكثر من التراجي الرياضي ممكن هذي النقطة اللي باش تركز عليها ادارة التراجي والمؤكد وانو بعد التكتم الكبير هذية مؤكد وانو التراجي باش شعر اسم المدرب اللي منطقيا موش باش يكون لوسيان فافر وموش باش يكون جمال بالماضي بالنظر المطالب المادية الكبيرة هذا مؤكد الابعين الفروضة الابعين الفروضة طرق زيادة حضتهم ادارة تراجي كابيجين سعيب انها تجيب بهم ادارة تراجي الرياضي والله ايه 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 توجه متاع تراجي الرياضي تونسي ماشي انه يجيب جوارات معانتها يحط فيهم الباكو بالنسبة للي زانترنور ما يمشيش في معانتها يجيب دي زانترنور اللي يخلصوا برش اه تو سمبل ما هذه سياسة معانتها متاع النادي هم ما يعرفوا ما يصلح بها ما بنسبة ليانا الاقالة متاع كاردوزو علاش مزروبة اذا انتي ما عندكش بديل وما عندكش حلول اخرى علاش تزرب شنو اللي تبدل ما بين كاردوزو وما بين توا تبدل حتى شاي حسب راييانا معانتها اوكي عندك استحققات جاية معانتها الكوب دو موند والشامبيونز ديك لكن كنت ناجم تاخو وقتك و معانتها وتتريث حتى تشوف اللي يبدو ما تغيرش للتغيير هذا اللي راهان انا تحب تغير للتغيير حسب راييانا ما هيش معانتها ما دهيش بشتاعتي اكلها لكن اذا تغير معثلا مدرب اخذ فرستو اخذ وقتو اخذ كل شيء ومن بعد من ناحية مدرب يجب نجيب مدرب ما نخليش فراغ اذا مش تخلي فراغ بتبيعة مش تأكثر تأويلات وهذا مش يجيب مدرب من هنا الاخر من غادي الاخر مش يشكك في المدرب هذا الاخر في المدرب اسمعنا عدة اسماء ومزلنا نسمعو راه الى ان يقعد توقيع معانتها مع المدرب والحقيقة هما معانتها الترجية راييانا انا حسب راييانا اذا تحب تجيب اي مدرب ما يلزمش يدخلوا فيه اذا يدخلوا فيه راييانا شفت القعباجي اللي صاير هذا الكل في الترجية تدخلات نقطة نرجع الاسهار كي كان مريقل كاردوزو كانت ماشي الامور مريقلة تقول لي اداء ونتيجة يا ولدي ما فماش في تونس هذه الاداء ونتيجة روما ووش موجود ما تلقاش نتفرجوا هنا في الماتشويت وفي الاوروب استحالة انه باش يلعب لك معانتها الليكيب مش تلعب مثلا شهر ولا تعملك شهر ونص ولا شهرين بنفس الرندمان ستوطفين نرمال مش تلعب ديو ديبا تقول لي انتي الاسبرانس ديمة الدوميني اوكي الدوميناسيون لكن تقول الكورة ما عاج الدوميناسيون راه الكورة تويكاية في كاسيتي الكورة تويكاية ولت معانتها راه إحسائيات والإحسائيات هذه ماهيش معانتها كما نقوله لازمك تعرف كيفاش توظفها في الوسط الماتش ولا حتى مبعد الماتش باش تتلافل أخطاء متاعك وكيفاش تحذر الماتش واتي جاي هذا يهو علشان كولك أنا اختيار المدرب حسب رايانا لازم يكون في قيمة التطلعات اللي جاية للتراضي الرياضي التونسي لازم يحطوا حسب رايانا لازم يحطوا الباكو في مدرب كتشوف المدربة متاع الاهلي المصري قداش يخلص ومتاع الرجاء ومتاع تفهم اللي ناس كيحب يلعب عالشامبيونز ليغ ولا كيمشي باش ينافس هذاك بالرسمي يلزم يطالب أداء ونتيجة عمانتي تجيب لي مدرب كما قال لك معنىتها أخويا شاكر معنىتها هو مش يستفيد شاكر مفتاح تعاود شاكر بتالي بزاف المشكلة مش هبوش سمح لي لا سمح سمح وخايا فهمتني بلي عمناو اللي مفاش استفيد مثلا خاطر الغلطوش شنو استفيد كاردوزو من ما كانش اسم كبير كاردوزو في في التدريب معاتها انت كي مش تجيب مثلا اسامي وتكون مراني لا خاطر برشا يحكيه فيها يقول لك المدرب هو استفيد من الفريق ما هو ساعات كي نحكيه وإحنا حتى على عمناو عاد كاردوزو موش اسفيد هو مروان مثلا وصول نهاية ربيت الأبطال وكان قريب منو يربح الأهلي التراجل تتويجه ببطولة تونسية النجم يكون بوابة الفريق إفريقية يا خواه هز لقب في مسيرته هز لقب في مسيرته نجم يمشي فريق من القارة الإفريقية اللي يلعب الشامبينز دي ما كانش معروف برشا فرط لاي سامحني سامحني باللي في كتير في الموجود للي نصب كل تحكي عمناوين ما كانش الكلام هذا نحكيه كيما نقوله كمدرب جبته وما كانش اسم كبير عمل اسم بالتراجل فيش خويل غالي عمل اسم بالتراجل متراشح في فينال الشامبيونز ديك ماشي كاس العالم الانديا واللي هو باركاتر في السفيد نشو في السفيد انت ذكرت الحاجات في السفيد كان بإفكتيف كيما الناس الكل تعرف اللي كانت عامناو اللي سبيروس معديش فيكتيف بها عمل بها فينال الشامبيونز ديك ماشي كون اسفيد اليوم بالفينال الشامبيونز ديك الاستمرارية في الراوش مرونز ديك عايش خوي ليه تلع فيش اسفيد رو نفس الشي رو بنسبة الانترنور وإلا الجوار تلع فيش اسفيد المدرب إذا ما يكونفرميش العام الأول والثاني والثالث حتى ننجم نشد أي كيب ونعمل بها ستة شهور بيعين ومبعد ما فهم حتى شي على خد الكاليتي الجوار همش الفصالك المدرب فيش اسفيد كي تقولي انت اسفيد متراجل بك اسم كي يبدأ عندهم لعبية ديكاليتي عارف بيها بشو وصل بها للفينال واليوم كهو كمدرب ما عندهو معنده ما عندهو سيفي بيهو ما عندهوش اسم بيهو وصل في فكتيف خاطر ينجم يوصل بيه عمنيون ما عندهوش في فكتيف في كاردوس معنى هو اللي وصل للتراجي للفينال معنى التراجي سفيدت من كاردوزو عارف كيفاش يعمل بطريقة اللعب خاطر عمنيون كياز لو يحكي قالك انا ما نحبش ناس على اللعب انا جيت ناس على اللعب راني خرجت من الكاردو فينال معنى انت هاليوم تتحسب لبليوصل كاردوزو معنى التراجي سفيدت من الكاردوزو بيفيكتيف محدود استفادت انها وصلت للفينال شواء توصلت للفينال ولا هزت فينال شفت كيفاش الفرق شفت الفرق الفرق انك اراهو شوف التيتر يتحسب للي هز ما اذي وصلت فينال وصلت دمي وصلت لانكار صحي ما نحكي على المدرب المدرب شوف لا المدرب كان هز اطابة مستفادش من التراجي استفاد لانه هو في التراجي في ربيت الابتال استفاد راوم يعودولوش كنتراتو اخوي الغالي خاطر عمناول عملنا تقش بايا بمجموعة محدودة تو شامبيوناه معنى تراجي انجاز للتراجي يا مودي ما هيش هيدا كيستيون ايجا كلمك نحكيو على تشامبيونز ليغ تراجي تشامبيونز ليغ هاي كل عام توصل دمي فينال ببعض الوسائل اللي عليهم ناس ما كيما العباد كيما انتم ما تسموهم خاطر وليوا زرعونا الفكر والله الى الناس ما حانسي داي تريدش خرج مثلا شكون قالك اليوم التراجي كيما اقوله المدرب هزي استفاد من التراجي ولي هو العكس يا نراه خاطر مدرب كيتعادوا بشبه لا ايجا وحتى استفادوا من بعضهم مش مهم مش ناخدوا عليها هو هو كاردوزو اول تجربة في القارة الافريقية هذي النقطة الزاوية اتخل الفريق ينباوي بترجي يناجم يمشي الفريق اخر يناجم يمشي الفريق اخر اتخل الحيام الباويض وبالترجي ولي ترجي متعود على الفينالات التشامبيونزي اما عمليون كانت مجموعها اقلم المحترمة لا اوكي خاينقدموا ما ناخفوش عنت هالنقطة ذيها مش مهمة برش هشكون استفاد من بعض لا هناجم يكون استفادوا الاثنين معنات عادية لكن لكن انا حسب رأيينا انه يجيب مدرب يلزم يجيب مدرب بيكاليب ديو كاليبر مدرب هاي ستيترويت ويعرف يتعامل ويعرف يتعامل مع النجو ساعات مدرب كبير ومعروف روع مش نجاحش ممكن ان ذكر ساعات موضيك حاجة اخرى سبعة وتسعين تراجي جيبت مدرب عالمي جيجي مايفريدي لانيطالي ما قعد ايش حتى الثلاثة شهور وبعد جيبه خالب يحلو انجح فى جوزيف ايقوه جوزيف ايقوه يا نيقوه ايقوه من نجحش انا رأى البروفيلاهم من ناس المدرب انه مثلا المدرب يعرف الكورة الافريقية عنده تجارب ولا انه مايش قاعدة والكتفل فترا لفهارة مهم جدا لنشوف المدربة في تونسي. لم يكن الشعبيني مثلاً كنت عنده في كتيف بيهي وقته. هزبه فينا تشمبيونس ليج. عليش خطر فاما مجموعة بيهي. هو ستيد منها. عما اليوم كي تجيب لي أنه يجيب لي أنت اليوم حتى غارديونا ميلا جميعا يعمل لك شيء. نفس الإفكتيف ما كانت ناجح قبل ما خالد بن يحيز. كاردوزو عم ناول. ما عندهو شي في كتيف بيهي وصل بيهي فينا. حكي رفقي على البروفيل سيد كامير بن خليش. ما هو اليوم البروفيل أعتقد نسك المقتنع. أن البروفيل يرجع التاراجي للإماج دمارك متاحة. مع أنتها التاراجي واضح أنه مع أنتها فقدت اللي كانت تتميز به. أنه فريق كيدومين. فريق يمشي القدام. مع أنتها قاعدين عايشين أزمة. يجب أن يدرب. يرجع لأمور. مع أنتها الإفكتيف يعرف كيفاش يستثمروا. التوظيف الملعبية. التوظيف الملعبية أولا. البروفيل شكون على السوق مع أنتها شوف أنا كي ما قال شاكر. واضح أنه شوف بشو نكون مع أنت أنتي بيدك سلام عطيت للسوي مع أنتها قلت كارونت ميلورو. لا يجب أن تجيب مدرب. اسم كبير. اسم كبير بكارونت ميلورو. ستلعب التحكي على أرفيرونا مثلا. أرقام خيالية يأخذ فيها. ولا حتى بالماضي. أرقام خيالية يأخذ فيها. لا يجب أن تجيبهم. معناتها فما ناس تقول لك لي عندهم تشالانج متاع الكوب ديماند ينجم ويتنازل وما يتنازل لكش. على خاطر هو بالنسبة لي وصل إلى مستوى معين يجيك اليوم كارونت ميلورو. وبعد كوب ديماند بشي عم بشي وليك معاد. لذلك العبادة دومة ميخموش هكا راوب الاستحقاق ومبعد. تهير كوب ديماند محل تجاذب بين تبارشة رفضينها. تعرف بارشة سامي كبار يقول لك دو برفيرانس من شركوش ومن مشيوش. ثم ذي يفغط يحب يلغيه لحد الساعة. لذلك بالنسبة ليهم راوب اللي يخمم أنه المدرب عالمي بش يجي فقط لأنه تراجي بش تشارك في كأس العار ما قاعد يغلط. المدربين دومة ميخموشها كاك. لذلك أعتقد رأيي الخاص أنه تراجي رياضي بش يجي بمدرب بطي ترباهي. لكن ما همش ماذا سامي اللي قاعدة تتداول لحقيق. معانتها حاجة أخرى معانتها. رأي أرقام معانتها ناس تخلص رو في أرقام فلكية رو. نجمش. هو حتى على مستوى للعملة الصعبة والبنك المركزي. إيش نوه بش تجيب انترنور تخلصوا مليار. ما تنجمش. حتى على مستوى العملة الصعبة معانتها الدولة ما تمشيش معاك. من الأسماء اللي قاعدة الدول زادة رفقي زين باور المدرب منتاع الوحدة السعودي. هذا مؤكد المفاورات معا موجودة الإتصالات. لكن البراح حسب مسؤولين في نادي الوحدة واحد المسؤولين. خرج بعض الماتش اللي خسر فيه الوحدة في الكيس. وأكد انهم متشبفين بالمدرب منتاحهم رغم النتائج السلبية في الفريق. خريق سعادة بغيرة. هو المشكلة زادة أجرة زين باور مع الوحدة السعودي. يظهر لي أربع مرات قد اللي كان يخذ فيه في الرجاء. هو صحيح بروفيرا وناجم ينجح. يعني الرجاء بدلها كمبليت مور. الرجاء اللي كانت تعاني يجي وهز معها الثنائي. خليها تشارك في ربيط الأبطال. النتيجة اللي حققها خليته يتوجه نحو بطولة خليجية. بطولة دوري روش من السعودي. يعني نعرف الأموال الطائلة اللي قاعدت تصرف على البطولة هذه. وأجور المدربين. صحيح عنده الخبرة. الرجاء ما هوش أول فريق في القرى الأفريقية. لأنه زادة در في جنوب أفريقيا. مدر ممتاز. ولكن ديما نحكيه على الأمور المادية. ما راوه ما نتخيلش وأنه زين باور بيش يجيك بأربعين ألف دولار. هذه المشكلة. ممكن راوه أنه المدرب اللي بيش يدرب التراجي. ربما كما شفنا المفارضات المعقدة. هم حققين أربعين ألف. ساقف أعلى. ساقف أعلى. ما تشوفش ني ناجم يعمل تفحيات أكثر. ساقف. في مرخو الحمد المدل بسومة ذيكا ما يعطيش أكثر. نجم يعمل تفحيات أكثر صعيب في تونس مثلا. تعطي مدرب أكثر معنا. والله ينجم إذا كان يلقى المشكلة زاد السوق شنو فيه. المدربين البائيين عندهم فرق يدربوا فيه. كما الميثاري نحكي عليه. اللي هو زين باورو. تخيرش أنت المدرب الألماني هذي بش يفرط. اللهم بش يتم فسخ عقده مع الوحدة السعودي. وانت أكدت إسلام وأنا فريد والمدارة متشبثة بيه. أذي تصريح. البارح المسؤول. والله يلقى بوتونس إذا هالي حاجة هكا المسؤولة. هذي هو اللي هو نتكلم عليه. المدرب قامت شابثين بيه وعنا ثقة في خدمته فيه. لو صار التفريد في خدمات المدربة هذي. لأنه الحقيقة كنت ننتظر في قاطعة بالنظر لنتيج السلبية. لو هزيم أو هزيم. رغم أن ينأكدوا فهم مفاوضات معه. هذي مؤكد مية بالمية. لا ترايف أنه جمهور التراجي. تعليقاتها في فيسبوك وفي صفحات على نادي الوحدة. احتلوها الصفحة. احتلوا صفحة نادي الوحدة. وكأنه ممطالب من جمهور التراجي. القاطعة مع المدربة هذي. ويبدو أنه يحظب أجمع. حتى الجمهور يتحب عليها. بالضبط. خدمة كبيرة هو مدرب كبير. قتلك اللي عاملوا مع الرجال إسلام. لحقيقة غيروا وجه الفريق. نتائج ممتازة. هذا للقاء مع الرجال البيضاوي. خلته يمشي النادي الوحدة السعودي. ولكن الحقيقة سوية المطروحة. لأنه ينجم إدارة التراجي تعمل تضحيات مالية. إذا كان تلقى له بروفيل. نعود أن نقولها. علش لا يزمك مدرب في أقرب فرصة. ولكن أنا لحقيقة تكتم هذي. مجرد تسريبات على الأسمان المدربين. يأكد أن التراجي ينجم يكون راه التفاق مع مدرب. ليس الأسمان المتدولة. كما سمعنا أمير عبدو يجي لتونس. وعمل مفاوذات مع التراجي. بش نكونوا واضحين. أمير عبدو مستحيل يكون تم معه التفاق. وإلا أنه يجي لتونس الجمعة هذه. خطر عنده موريتانيا وعقد. وعنده استاج في نوفمبر. حتى كان بيش يجير أو بعض. هذا ليس ما بيظل عدم الاتفاق. لأنه مطالب أن يكمل استحقاقاته مع المنتخب الموريتانيا. ولكن في المقابلة التراجي. يجب أن يضيع برشة وقت مطالبة في التريف هذه. وأن المدرب لجنة يبدأ. أمير عبدو كان ينجم يكون بروفيل زادا. يعرف منيح الكرة الأفريقية. رغم الانتقادات الكبيرة يقولك مش في قيمة التراجي. ولكن هذا السوق شفاء. أنت تبحث على مدرب ينجم يعاونك. من بيلة اسمه أنا شخصينا الرأي ينجم. هو أمير عبدو. لكن استحققاته مع المنتخب الموريتاني. ما خاليتش اتفاق يصير. اسم آخر طريق الزياد. المدرب السابق. حكيته على المدرب معناتها عنده خبرة بالسوق الأفريقية. المدرب السابق الأهل المصري. ريني فايدر. اسمه كيف كيف ستراح. لكن آخر المعلومات اليوم السباح. حسب الصحافة السويسري. فالونتين شنورك هكا اسمه. يقول مش حتى اتصالات بين التراجي والمدرب الزياء. ويقول أنه المدرب الزياء ملتزم بعقد. وانجاجمه مع فريق سورفيد جينيف السويسري. كمدير رياضي قاعد في الفريق يخدم. وما عندهوش حتى نية في التخلي عليه. هو ولو الحقيقة صعيب رو بش تلقى في الوقت هذائيا. معنا تعالش كنت لك أنا من لول. لازم تعرف الفترة اللي انتي معناتها تختار فاها. معناتها المدرب سواء يكون أجنبي. إلا مش تجيب مدرب معناتها متاع ألقاب اللي مش يعملك نقلة نوعية. في اللي كيب. واللي مسانس معناتها بالتحديات هذه. واللي مسانس يدخل معناتها واللي كيب ونكور تمشي. واللي مسانس يدخل ديريكت معناتها في سلب الموضوع. الحقيقة معناتها أنا حسب ريانا. بغض النظر على المدرب. أنا حسب ريانا لازم تقييم للفترة اللي تعديت. باش تعرف انتي تصلح و باش تعرف انتي شنوى النوعية. نوعية المدرب اللي انتي مش تجيبه. رو كنت تناجم كي ما قلت انتي خوير رفك. إنك تجيب مدرب حتوانس يناجم يكون راه. أما إذا يكون برو جي وعنده برو جي معناتها تعرف شخصيته تعرف فكره تعرف هو شنوى الأفكار. أي كلمة أي مدرب مربوط باسم برو جي مشروع. لا مش كي سيوم برو جي مشروع. أقل سي تعرف أقل شي. ندري هذا السفقسي جاب حسام البدري كلمة مشروع سمعتها جي عشرة مرات. نفس مشروعك تشوف الانتقادات الكبيرة. سمعت حاجة أخرى مهمة. كم. كم. أنا بالنسبة لي أنا خاطر المدرب اللي مش يجي. لجم يكون عليش عنده الإكسبرينس مش يدخل ديريكت في سلب المعمى. لأنه ديريكت رأو حاجة أخرى. اللي ممكن ما عرفش يتعامل معه كردوز وهو ما عرفش يتعامل مع النجوم. الحقيقة فهم جوارات معناتها كبار عليه. ثنين تدخل رأو تحب ولا تكرر رام قاعدين يدخلوا له في التشكيلة. هذه أنا قلت هالمرلي فات ونعود رام قاعدين. حتى في مداخل ولو عودتها توقويق فاسر لنا. يلا يدخلوا له في التشكيلة. اللي شفيه إنه يهبت لاعبين ومبعد يغيرهم. تعرف اللي المدرب معناتها راه أذي ما. عليش ما ينجم شو أحد يبدل قناعاته. استحال صعيب ياسر. ينجم مرة برك ينجم مرة. هو ما يبدلش برشا حسبه شفنه. لا لا لا. تشت ثلاثة أربعة خمسة مات شوات الإخرانين. أقل شي ثلاثة أربعة باللحناطيق. الموسم هذا نحكي. تدخل في التشكيلة. مش موسم. شنو تبدل شنو الفرق. شنو المشكل حتى المساعدة. ياخذ برشا مشكل لا مروي. لا لا لا. المساعدة الجامعية نراك ماشي بالغاية. أقبل كان شيبوه بداخل في الإسبيرانس كيف. مش كيف كيف. مش نفس اللي. مش نفس اللي. مش نفس اللي. تشيبوه حتى كتقولي الداخل. انت العابده تعرف. كلهم يدخلوا. كلهم يدخلوا. لا يعطيك فكرة. يجيك مثلا يقولك. والله اليوم خليل ينجم يلعب. والله اليوم اسلام ولا فلان ينجم كذا. اختراح معنا. اختراح وكهو. لكن يخليك ديما شوالي كنت. معناتها هو يعطيك فكرة. أما أنا نجي نقولك لعب خليل ولاعب مروين ولاعب فلان وفلان. وهم ما يكملوشوا بعظم. وهم معناتها الدسبوزيتيف متاحهم ولا الوقف متاحهم غالطة في التيران. وكنشوف أنا جواريت لازمها تلعب. يلزم يلعب وكهو. يتارك. نفهم اللي هي فما ضغطات باش فما ناس معاينة تلعب. فما ناس معاينة يعطي رندمان ولا ما يعطيش ما يخرجش. زادة يزمك تعرف 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 لعبنا في جامعيات كبار ونعرف. إذا ما تعرفش تشد الفيستير متاعك. وما تعرفش رانا جواريت وتعرف. معناتها نعرف كي نعرف روحي أنا مش نلعب. كيفاش نوري نتصرف مع المدرب. وكي رفهم برشة حسابات مروين. ما نحبش أنا نحكيه الرسمي. اللي صاير صاير إنه ثم تدخلات في التراجيل. هيا وينا مش عطيك. هتطلب الكلمة الاستاذ خبار بعض نعطيك اللي كنت كان نكمل معاك. الأمور الفنية دي ما نخليها بطبيعة للفنيين أولى ويفهموا خير. البروفيل والصقف متاع الفلوس. حاجة أخرى مهمة ما ننسوهاش. إذا كان باش تجيب أنت اسم كبير. اسم كبير برش. رو الاسم الكبير باش يجيب لك ستاف متاعه معاه رو. وكيفش يجيب لك ستاف معاه رو ستاف زادة في حد ذات وميزانية. باش يتكلف صحيح. في حد ذات وميزانية. أنا على سبيل الذكر معانتها مثلا. بيتونيه يجيب مع ستاف متاعه. مساعد وميزانية. وأنتونيه لي. ويتكلفوا قريب مئتين واش على الفريق في الشهر. معانتها مبرش. اسمه نقرة أرفيرو نار. إنه كان النار يجيب ستاف متاعه. ولي دو تير تاساليرو. وصحيح معنا يا حسمة في المنتخب الساودي هو رجعت. لا ما انت تخيل انت. لا ما انت تخيل انت. لا ما انت هالله غيان كتحكي انا. نحكي لك الفيرونار اكزامل. هذي سويسري كنت تحكي عليه. مش يجيب معا ستاف قد اياخذ سويسري. سويسري بيش ياخذ مثلا. نيش عارف انا بش يطلب لك سانكسان ميل ورو. اعرف انت راول. كيف هم نستعف معه. ولا. دونك معنتها هذي تتحط في اعتبار الهيئة راول. فاتر انت تقول لي كارونت. كارونت ميل وروش نوى مئة وعشرين مليون. يعني مش يجيوك بمئة وعشرين. ما يجيوكش بمئة وعشرين. كاردوزو جاء خطر اسم ما هوش معروف. كاردوزو انا داير نختلف مع مروين. التراجي خدمة كاردوزو. هو اللقب بخليه. هو اللقب بخليه. هو اللقب بخليه. هو اللقب بخليه. دونك آآ منعاود نقول انه اعتقد انه المدرب بش يكون في الصف ثاني مستحيل بش يكون آآ صف. ما تتوقعش موفيش امثلا. خوي اللهم رئيس تراجي رياضي قرر انه بش يحط ينفيستي. ينجم تنجم زي تتصور كل شيء. الي انه. المسؤول الي قلت لحكيت معه جمالي فات معه ما اعطاكش حاجة في الصنسة اذا. لا ما يمشيش قالك أنا قالك كان الكلام الي قاعد يتقل كل ما على بال يش فيه. انا مع انتها بش نمشي بقناعاتي. وذاك علاش انا نقول لك اعتقد انه مهمش بيمشيوا في صف لولو صعيف برو برش فلوس. يعني نكمل معك ما انطلبتToday كنم. في سلط التوضيح حتى حتى على تارك اه اليوم يقوليك. وانا انا انا أنا لا أشجعش أن أكون يخدم في خدمة المدرب، والمدرب ديما هي الكلمة الأولى، كما نحكيه عن المسؤولين مقتنع بيه. بيانسور يجب أن يكون المدرب هو الأولين، اللي يعطي الفورمسيون وكل شيء ما يتبقى يا تارك. اليوم نعطيك الكام بتاع السياسيس. المدرب، بذلك أنا داريت عند مدربين، ساعات تسمع، دربت عند مدربين، يترانجي، وما نحبش نسمي قاسم. نعم، اليوم فما مدربين، اللي يجب أن يترانجي، ساعات فما ملعبي، وما يشلكش دابو زمية في بلاستها، يشد لك الحقد، وما يلعبكش، وليتونك هو الملعبي ذاك، لازمك تلعب وعندك فيه أوفر يبدأ ملعبي، ومش يعطيك البلوس، ويقول لك لي ما اللعبوش، المصلحة تشكون، ما واليوم لازم المسؤولين زادت الدخل، أنا عطيك الكام، مثلاً بار إكزامل، يقولون، يقولون، ما تجيش، كيف أمخنوق الميتون، لو لم تلقيش، تود خدو زي ميتون، تتبدل حباسي، باركات الحميدة، ويوسف بشة، مثلاً، يوسف بشة كان من الأحسن من لعبية، وكان يجيب لك أوفر اليوم تحرم السياس، من الأم مليون دروه، مثلاً، مثلاً، طفول صغير، ورب يبقى عليه ستر، وكان من أحسن من لعبية في البطول، اليوم مش روى ذنبه، يوسف بشة موجود على البنك الاحتياط، هؤ المدربين، وما تقولين أنت الليوم ما ندخلش، أنا حيب لفهم حاجة، كي دخلي تدخل، الليوم لازم فهمت دير اكتور التكنيك، فيك أي جامعية، لازم يكون لعب كي كورة، كي مزياد جزيري مثلاً في الإطوال، إخي زي دا من الحقو، أنا راك تعمل في الغلط، حتى جامعية ماشية في في ثنية خائبة، تسمع فيها؟ ولا خليكم سيبا، 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 قل روحك، ماش ماش، اسمعني، خل بدل عقلية، خل بدلها عقلية، خل بدلها العقلية، ليه ليه خوي، ساعت يجيك دي زيترانجية وحنا تدربنا را، يشد لك بغض على مليئه بيونتي حاجة كبيرة، نعم، اليوم مسؤولي لازمها تدخل، من حقها، معك ميوش عيد تدخل، عليش ديما نحنا كنت دخل القزمور، فما فرق راو ما بين التدخل للإيجابي احنا في مصلحة واحدة سواء كان المسؤول ولا المدر هكا ولا؟ مو مصلحة واحدة ولا؟ اذا هو مش يتدخل في الإيجابي حاجة تنفعني وتنفع لي كيف وسواء الجوار اللي علش لا؟ اذا انت نحنا رنا من هنا نحلل وفي حاجات ما نشوفه فهه تعرف عليه انت يوسف بشة شنو اللي قاعد ساير غادي؟ نحن نحكيه بعد عثيه يا سواب حين احنا 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 اراه بش نبدو هذا حين بالنسبة لي انا التدخل كي يكون ايجابي اراهو ينفع الناس الكل بش نكونوا عمليين تارك انت حكيت مثال التاراجي مثلاً شكون يا قاعد يتدخل هذيك المشكلة طوي بش نقول لك انا يا تارك ايجي كلمة انا حاجة بركة احنا حاجة بركة في التاراجي طوي لا لا بالحق اذا يكون ش رحكي يقولك طوي خدر قصيته عليا اخي شكون قاعد يقيم في الملعبية في التاراجي وش كون قاعد يجيب في الانتروناريت خاطر روكي البوست هذيه لازم امليعب يليعب بار شاكورة التاراجي طوي اللي سمعت بها ج كون قاعد يقيم اللي يجيب لها في الملعبية هذي حاجة اللقبة هذه اللقبة تستفعيمة كبيرة خاطر اليوم كي تجون في الكاستينغ غالط ملعبية هون اعطيك بريكزومبل مثلاً هون اعطيك بريكزومبل اليوم كاردوزو اللي عاود للكنترانه حافي شهر اصفار جكون مخفية ذايا السعيد هذا مخفية دقيقة بريكزومبل انتي كيشوف الكناني عزيزي كناني لكسيان بتاع بيجا وابن التاراجي محتراميتي الحمزة جلاسي الشي عمل الكناني في بيجا ابن التاراجي لاتاكوم بتاع جرجيس جبري عمني ورد طالع جرجيس واليوم جرجيس هك شفتوا وكانوا كسيهم البارع ماركا بولتو شوم باختصار وحكيتها قبلاً تي دقيقة دقيقة بربي اللي ملاعبية ذوما شكول قادي قايم فيهم مهيز فيهم الجامعية ذوما اللي جامعية قادمة استفادة منهم وجايبين جواريت فوق 30 سنين جاي تاكل في فاين في الاسبيرانس وملعبية هم طايشة فروق صغار اللي هزاي نيكيبات صغار خويا في التابلو اليوم شوف ميجي التاراجي كل شكونوا المسؤول الأول في التاراجي 1.22.4 اللي ميجي للتاراجي كل 1.2 3.4 وانتي ميش سمحني وانتي سمحني سوائش قادي سوائلي مياخو الشانس متاعو سوائل لتاكو يوسف العبدالي ما فاين 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 انا حاسب ايانا كادا او لا اشرف مرتا جابري في الجرجيس مطايش غادي باحترامات الجرجيس سيئة وكانوا عاولوا ومسار معتا اقول جامعيتك غاديك وزوزة دوم يستحقوا جابري مطايش في الجرجيس لكي خيارات راو خيارات وستراتيجي متاع نادي هناك اشجائت فاما حاجات في التراجم مايش لجك في الجرجيس ae باي مشو الكامل القيات الموضيكة بعد ان كان بقيت حزرتان ناكو نقلة شوي التعليقات بو زياني عبدالفتاح يقولي هاو تي انتين هارك فاستخ مع مانشاك في منيتد عايش ماوج وميجيبوش باي موسيكا بعد ان كان بقيت المواضيع ام تلحصها امتيعنا اليوم شكرا